اشتركوا في القناة وقالت المصادر دي ان خلال الفترة اللي فاتت ومع تحسن حالته الصحية بدأ والي الإبراشي يتواصل مع زميله الإعلاميين بشكل مستمر وقالت المصادر كمان ان أمنيته الوحيدة قبل ما يموت كانت انه يرجع يقدم برنامجه تاني ومع تصدر اسم والي الإبراشي مواقع التواصل رجع اسم الدعية الإسلامي محمود شعبان ليتصدر محركات البحث وده بسبب الحلقة الشهيرة اللي جمعت بينهم في برنامج العشرة مسيئا واللي اتزعت على قناة ديرين في سنة 2014 بس اللي محدش يعرفه ان أثناء مرض والي الإبراشي طلب من أسرته والمقربين منه انهم يروحوا للشيخ محمود شعبان لحد بيته ويطلبوا منه انه يسمحوا لو فيه في نفسه حاجة من نحيته وقالت المصادر دي ان زوجة الإعلامي والي الإبراشي راحت فعلا لبيت الشيخ محمود شعبان إلا انه رفض انه يقابلها واللي ما يعرفش فالإعلامي الراحل والي الإبراشي اتولد في مدينة شربين بمحافظة الدقة أهلية بدأ حياته المهنية كصحفي بجريدة روزة اليوسف ومنها اتنقل لأكتر من صحيفة من بينها الصباح وسوط الأمة قبل إصادته في فيروس كورونا كان بيقدم والي الإبراشي برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بعد ما قدم لعام تقريبا برنامج كل يوم خلفا لعمر أديب على قناة أون وقبل البرنامج ده قدم والي الإبراشي خلفا للإعلامية مونة الشزلي برنامج العشرة مساء واللي كان بيبس بشكل يومي على قناة ديرين وكان مقدما لبرنامج الحقيقة على شاشة قناة ديرين تو من الأسرار عنواء للإبراشي إن التهم في عهد الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقرية وحصل فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير سجل باسمه أكتر من صدق الصحفي زي قضية لوسي أرتن وغرق عبرت السلام ومقتل المجنة سليمان خاطر وسر عداء مبارك للفريق الشزلي ومعاناة مرضى الإيدز في مصر وأسباب اختيال السادات وسلسلة الهاربين في لندن وتحقيقات اللاجئين في الجولان تفجير كنيسة القديسين التعذيب في السجون مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ 25 سجينا مصرية